عندنا النهاردة 3 أخبار مهمين جدا أولا الأخبار الخاصة بموضوع غرامة محمود كهربا وإمتى اللاعب هيرجع وإمتى هيكون في قيمة النادي الأهلي على الجانب الثاني في نادي الزمالك إمام عشور وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي وهل هيجدد لنادي الزمالك وإيه اللي حصل مع اللاعب تحديدا الخبر الأخير وهو تفاصيل تعاقد كريستيان رونالدو مع نادي الناصر السعودي بصفقة انتقال تاريخية ليس لنادي الناصر السعودي فقط ولكن للمنطقة العربية تماما قبل ما نروح لأي تفاصيل ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير أهلا بكم في النادي الأهلي كلنا منتظرين خبر عودة محمود كهربا لقائمة النادي الأهلي المحلية والإفريقية أو خروج اللاعب للإعارة خوفا من أنه مستوى الفني ما يكونش قد كده ويقعد في دقة الاحتياط لكن اللي لم تعرفوهش أن مستر مارسيل كولار هو السبب الرئيسي لاستمرار اللاعب وللتجديد معاه وإنه هو الأساس في إصرار النادي الأهلي على مساعدته في الغرامة باختصار اجتمع الثلاث محاميين الخاصين بالقضية نفسها المستشار أشرف عبدالعزيز محامي النادي الأهلي والمحامي السويسري محامي النادي الأهلي أيضا والمحامي الخاص باللاعب المحامي التونسي اجتمعوا وقالوا أن اللاعب هيدفع نص الغرامة 30 مليون جنيه الغرامة 2 مليون و 600 ألف دولار تمام يعني 60 مليون جنيه هيدفع نصوم اللاعب 30 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك وفي الوقت نفسه هيقدم شكوى هي أن النادي أفش طرف تاني لازم هو يدفع باقي الغرامة صحيح النادي أفلث أو أعلن إفلاثه في حد هيشتري النادي يبقى هنا منطقي أن اللي هيشتري النادي ده يرد لكهرباء لو دفع هو الغرامة كاملة لو دفع هو الغرامة كاملة يا ركز معي في الكلمة دي الغرامة كاملة يرد له الفلوس دي 30 مليون جنيه أنه متوقع أن الفيفا هتصر على أنه يتم دفع الغرامة كاملة لصالح نادي الزمالك وعلى فكرة عايز أقول حاجة نادي الزمالك مهما حاول في أي وقت بعد كده أو قبل كده ما كانش هيبيع لعب أكتر من كده 2 مليون دولار 2 مليون دولار مبلغ كبير جدا في كهرباء برضو في التوقيت ده أو التوقيت ثابت وقت ما كان بيلعب يعني ما كانش في أفضل مستويات أو يعني المهم فدلوقت يا جماعة المحاميين التلاتة هيستشهدوا في الفيفا هي المحكمة الرياضية الدولية في بعض الحالات المماثلة للعب محمود كهرباء وقصته مع النادي الأهل اللعب يا جماعة دلوقتي خلاص هو ما عندهش القدرة المادية أو هو مش لعب آآ يمتلك الملايين من الجنيات عشان يقدر يدفع المبلغ ده كله لوحده فبنستأذنكم انه اللعب يدفع نص الغرامة وتسمحوا له انه يلعب مع النادي الأهل عشان يقدر انه يدفع باقي اللي عليه لو تم الإصرار انه هو يدفع الغرامة لوحده أو لو هو برضه يدفع الغرامة لوحده آآ من فضلكم يكون فيه إمكانية لرد الباقي للعب بعد ما نادي أفش يتم شراؤه من الملكي الجديد ودي أمور منطقية فاللعب دلوقتي لا معاه فلوس واللعب دلوقتي عايز يلعب عشان يرد الفلوس دي يبقى عنده الإمكانية وليه فترة دلوقتي كبيرة مش بيلعب فمنتظرين الأمور هتتحل إمتى خلال اسبوعين على الأكثر وربما أقل بكثير يكون اللعب حل موضوعه وأصبح بقائمة النادي الأهلي الأفريقية والمحلية لأنه كولر يحتاجه جدا 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 وفضلوا على أشرف بن شارقي اللي اتعرض عليه من قبل شقيق بن شارقي مع أمير توفيق مدير تعقدات في النادي الأهلي وكهرباء رفض عرض رسمي عرض رسمي للخروج على سبيل الإعارة ينزل سموحها بقيمة سبع مليون جنيه وأنا عايز أشين مليون جنيه فرج عامر قال لك ده يستحق الاحتراف في دورة خليجة أما عن الخبر التاني إمام عشور الطعول يا بي العق أعمل إيه وأنا كنت راضي وأي الأمين أتعته ليه يا سيادة المستشار لا الولد ده ماينفعش مش هو ده اللي ياخد المبلغ ده سبعة وتمانية وتسعة في ثلاث مواسم ما ياخدهمش اللاعب ده أرام يا جماعة ده اللاعب ده هو السبب أو سبب أصيل في إنه نادي الزمالك ياخد بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي وبعدها الكأس يا رجل طب ما تنسلوش الهدف اللي كان في النادي الأهلي في النهائي طيب يا سيدي هنأجلك يا عم إمام تعال يا زيزو هنجدد لك بكام آه ايه سمعوني كده تاني هتجدده يا زيزو بالرقم ده طب أنا فين استنى يا إمام شوي عرضوا طب ماشي استنى عرضوا عليه تلاتاشر واثناشر وواحداشر وعاشر ومش عارفة بدلة المواسم والكلام ده الأرقام دي يعني مقاربة قال لهم لأ أنا عايز خمستاشر قالوا طب استنى شوي مشدات خلافات بعد كده قال لهم الكلام مع وكيلي جاء وكيلي اللاعب أحمد يحيى اللي هو نفسه وكيل محروطة أهربة قال لهم اللاعب عايز آآ ما يقارب القيمة التسوقية اللي زيزو قالوا له ايه انت بتهزر احنا عايزين عشرين مليون جدا قالوا له ماشي هنشوف جه أمير مرتضى منصور وعرض اثناشر تلاتاشر خمستاشر تمام منتظرين الرضا لكن اللي يقول لك انه ما قعدش مع مسؤولي نازل زمالك لا يا بيه قعد قعد يا بيه قعد يا بيه قعد يا بيه ومتأكدين يا بيه اخر اخبارنا بقى يا جماعة وهي تفاصيل تعاقد كريستيان رونالدو مع نادي النصر السعودي والحقيقة انه كان تعاقد زي ما قلنا في البداية مفاجئ تماما التعاقد طبعا اي لعب هيجري عليه لكن انا اصطربت من كريستيان رونالدو 200 مليون يورو في سنتين 200 مليون يورو في موسمين 200 ألف يورو في كل مبارا 200 ألف يورو لكل هذا وعربية جيب مصفحة وعربية في قضية فور مصفحة يا جمالك يا كريستيان رونالدو وهدية بلتين ورحلة كل سنة الحقيقة مش عارفين نقول ايه غير انه كريستيان رونالدو يستحق ويستحق اكتر من كده بكتير لكن انا شايفها طبقة تاريخية للمنطقة العربية والسعودية والنادي النصر السعودي ولكنها بداية النهاية لكريستيان رونالدو شكرا وفي الختام اجمل السلام